ومن القاهرة ينضم إلينا العميد سمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي سيد سمير سيادة العميد إيران حددت أهدافا أمريكية وهي تتمثل في 35 هدفا وترامب أيضا أعلن عن تحديد 52 هدفا بداية ما هي أبرز الأهداف التي يمكن أن يستهدفها كل جانب وما مدى تأثيرها على الجانب الآخر تحتر حضرتك بالنسبة للجانب الأمريكي لابد أن يستهدف مقار الحرس ثوري لإيران وخاصة فالق القدس مراكز التدريب مراكز القيادة والسيطرة والاتصالات إذا أقدم على ضربة جوية وبحرية لإيران فأعتقد ربما ينتهز الفرصة ويهاجم المراكز النووية ومراكز البحوث النووية مراكز بحوث الصاروخية مراكز توجيه السواريخ وأي هجمة عسكرية بتبدأ لابد أن يبدأ بإنهاء وجود أو تعطيل أو إسكات عناصر الدفاع الجوي عناصر القيادة والسيطرة والاتصالات بالإضافة لعناصر الحرب الإلكترونية ده لابد أن يبدأ من الأول في تهديد بومبيو وضح صورة ربما تكون أقرب هي قضية الاستهداف الشخصي لقيادات سواء كانت المرجعية أو القيادات العسكرية أو قيادات بما فيها حتى ظريف كوزير خارجية لأنه هو الفكرة أنه هو استهداف المباشر أي كما استهدفنا قاسم سليماني بشخصه وأبو مهدي المهندس طبعا ممكن نستهدف أشخاص بعينها لو عايزين نعرف الأشخاص بعينها كل الأشخاص في قائمة الإرهابيين سواء في البنتاجون أو الخزانة الأمريكية هم أشخاص مطلوبين وحيحاولوا استهدافهم طبعا لابد من أن العملية طالما فيه قوات بحرية لابد من ضرب أرصفة بحرية ضرب قطع بحرية وده بيذكرنا بأبريل 88 في عهد ريجان عندما قضى على أكثر من نصف الأسطول البحري العسكري الإيراني ومنصتين بحريتين وكان منهم منصة بترو على الجانب الإيراني قواعد العسكرية سواء كانت في العراق أو خارج العراق هتحاول يكون فيها أهداف بنية تحتها وخاصة في المملكة العربية السعودية سواء كان مدخات بترول منصات بترول محطات تكرير كما حصل في بجيجو خريز يضف لها محطات لبنى زي محطات تحليط المية أبراج المية محطات الكهرباء اللي هي الأهداف اللي تحدث فوضى يعني دي بيسببوها ويبن أوف ماس ديسرافشن يعني اللي هي تعمل فوضى يعني بتحدث بضمار شامل لكن تحدث فوضى تعطل اتصالات تعطل أنابيب بترول تعطل أنابيب مياه طبعا السفرات الأمريكية في كل المناطق طبعا مكون فيها في تهديد الإيراني شمل استهداف مصالح أمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام وفي العالم بشكل أشمل يعني ممكن تكون فيه أهداف خارج حتى الأربع دول اللي فيه تواجد لإيران فيها أو فيه تواجد أمريكي فيها لكن ممكن توصل لأماكن في أفريقيا لدول الرخوة اللي هي أو دول الهشة اللي فيها تواجد أو مصالح أمريكا طيب هل بإمكان إيران أن تستهدف أساطيل بحرية خاصة التي هي تنتشر في الخليج وما مدى جدية إيران في ردة الفعل القاسية هذه التي توعدت بها من حيث الإمكانيات إيران تمتلك عشر وسائل في استهداف البحرية سواء كانت الغواصات صغيرة الغواصات المتوسطة الألغام البحرية الأنشاة المصيرة عن بعد الأنشاة الملغومة السواريخ الأرض بحر السطح بحر السواريخ الجو بحر عشر وسائل متاحة لكن القضية دائما بتكون في رد الفعل التواجد البحري لأمريكا الآن تواجد كسيف فلا يمكن القيام بعملية خطفة كما كان يحدث ضد حاملات النفط بالإضافة لأن في أبريل 88 استهدفت إيران حاملت نفط كويتية مجرد ترفع العالم الأمريكي فكان الرد الفعل يعني زي ما أنا تحدثت وأضيف عليه بعدها بشهرين في شهر يوليو تم اسخط طائرة مدنية إيرانية لأن أقصده دايماً إيران بتعمل بطريقة الرضع منخفض التكلفة أن تهاجم دون أن يكون هناك رد فعل الحالة الأمريكية الآن ربما تصاعد الأمور في وجود حاملة طائرات والمجموعة الضاربة وتباحة فأعتقد رد الفعل يكون علي فلا تتحملوا إيران الحقيقة العميد سمير راغب الخبير العسكري والإستراتيجي شكراً جزيلاً لك كنت معنا منها القاهرة اشتركوا في القناة شكرا